مائدة الإفطار يجمعنا الخير بأخيار نور يتجلى وحياة تسمع في فلك الأنوار نتجاذب وطراف الذكرى ونحلق مثل الأطيار ما أجمل أن نشرق آمال ويطيب حديث الأسمار نتجاذب وطراف الذكرى ونحلق حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في تزود اليوم التاسع من أيامي شهير رمضان المبارك ورحب زميلي خالد أبو محفوظ في فقرة إفطاركم معنا حياك الله يا خالد حياك الله يا عبد الله وحيا الله المشاهدين الكرام إذن هي اللحظات الأخيرة لمنطقة الرياض قبيل الإفطار وهي يعني ممكن تكون اللحظات الإيمانية نسى الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم صالح القول والعمل ضيفنا اليوم في إفطاركم معنا ضيف ليس بغريب على الشاشة عرفتم خلال شاشة المجد منذ سنوات زميلنا وأستاذنا الكبير السيد عبد الله الباز أبو عبد الرحمن حياك الله الله يحييك السعلم بارك الله يا أبي عبد الله وخارد أسعدتمونا وأكرمتمو بهذه الضيافة أنتم ليسا غريبا عليكم أيضا هذا الاحتفاء هذا الجلوس الجميل الله يحييك الله أبو عبد الرحمن الجميل أنه يعني كانت من بدايات وجودك في قناة المجد هو برنامج تقريبا مشابه لهذا البرنامج ممكن هو أول برنامج قدمته أنت جبت أسرار ما شاء الله عليك شاحة عبد الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ناصر الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء أخي أبو أمين وأخي أبو لجين على هذه الاستضافة وأشكر الله عز وجل قبل ذلك وأشكر القائمين على هذا المشروع الجميل مشروع قناة المجد حقيقة يتحفون كل عام بالجديد والرائع في طرحهم وأنا أظن حقيقة أن المجد يعني تقف في مرحلة صعبة من بدايتها قدرتها على حقيقة المواكبة هذا التغير السريع في المجتمع ومستوى الإعلام وتقدم الجديد وأيضا ما يفيد المشاهد أول بداية للي في تقديم تقريبا أذكر كان برنامج شبيه بهذا كان اسمه أسرة واحدة أسرة واحدة مباشر كان مباشر مثلا على الفطار أبدا على الفطار لا كنا نوصل للمغرب ثم نأتي بعد مكة فيه تصورون في الستيديو كان جزء منه صور في دبي لما كان وجزء منه أو أكثره كان في الرياض أظن كان في الأردن كان في جدة كان في بعض المناطق لكن أذكر أن قدمت أكثر من حلقة في الرياض وكانت على الهواء فكرتها مداخلات لكن سبحانه الرظيم كان في شيء لما طلب مني وقدمه الحلقة عملنا لفته بسيطة جبنا طبق تمر وطبق عنب وكسألني المخرج أذكر كان أستاذ عادل نزريا طالد كان من الخير قال ليه جبت هذه قال تذكرتني بطنطاوي لما كان يجلس أحسان لما كان يجلس كان يأتي بالتمر وكان التحدث كان فيها أريحية وجوه رمضان يحتاج إلى هذه البساطة في الحديث البساطة في الطرح فلما تحدثت في هذا البرنامج إفطاركم معنا قلت يلي تمسموه أسر واحدة بنسخته الجديدة الجديدة شيخ عبد الله أنا بس ألك عائلة الباز حقيقة يعني أعلى شأنها يعني أنا منها الشيخ عبد عزون باز رحمة الله يعني يعني الكثير لما يشوفون اسم الباز عبد الله الباز يتساءلون أهل أنتم من جماعة الشيخ فحقيقة مكانة الشيخ عندكم في العائلة صراحة أصبح يعني لهذا الاسم موزن كبير جدا مكانته حقيقة في العالم أجمع وليس في الأسرة صحيح ولكن فعلا حقيقة يعني تفتخر وهذه الأسرة أن يكون منها هذا العلم الشيخ عبد العزون باز حقيقة هو إضافة لهذه الأمة يعني في حياته وبعد مماته انظروا الشيخ يعني متتوفى تقريبا قبل 18 سنة صحيح 2121 تقريبا و لا زال ذكره و أثره و أثاره و علمه و صيته و الحمد لله و هذه إن شاء الله من علامات إن شاء الله القبول عند الله عز وجل غفر الله و لذلك العلم سلام عبد الله يعني يمكن دلدشتنا عفوية و فيها من البساطة مع السفرة الجميلة و لكن تحدثنا عن ذكريات رمضان لا نريد أن نحسسك أنك شايف شايف لكن إن شاء الله نكفي الشباب أنا دائما نسميها الزمن الجميل يا شيخ خالد دائما نقول الزمن الجميل زمن الطيب يمنى هدايا أنا شايف مسواكين و الله جايب لكم زاك الله خير هذه الأبو لوجين زاك الله خير و هذه أيضا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله و الله إن شاء الله اللي يعرفون المساويك رقالك ذكرني خاف لطاعلها و ثم ننساها و ذكرتني زاك الله خير أذكر مني دائما رمضان يا شيخ لا شك يعني كلنا أنا شيخ خالد الآن لك ذكريات أكيد يعني مع رمضان و إن كانت في العصر الحديث يعني لكن رمضان كان جميلا في الوقت أو في العصر الماضي على بساطته و قلة هل ما إذا الجميلة هل مليئة ما كانت موجودة أولا الحمد لكن كانت نفس أكبر و كانت نفس حاضرة في الحديث ما بين يعني الناس أنا دائما ينقدع في ذهني عدة حقيقة هضاءات إذا تحدثنا عن رمضان أذكر في الإعلام مثلا على الطنطاوي وجمال يمكن أنا ما أستوعب الطنطاوي و كان يقول كثيرا يعني لكن كان موجودة كان حاضرا بطرحه وببساطته كان الشعراوي رحمة الله عليه عندما يتحدث كان مدفع رمضان كنا نسمعه كانت الصيلة بين الناس أذكر قبل صلاة المغرب أو ذا المغرب بدقائق تلقى الشارع مليء بالناس كل واحد شايل له مثلا طبق طبق هذا يضرق على جارة هاي يطق الباب يأخذ و يقدم وهكذا و بعد الصلاة رجلنا الصح هذه هذه الأجواء نرجع فاضي نرجع فاضي هذه الأجواء الموجودة في أنا في ظني الآن تقريبا أفتقدت الآن رمضان لا شكل له وقاره وله لكن اهتمينا بقضية الإعلام ناصبع نحن ماذا نقدم من برامج لكن ماذا نربي يعني شعار المجل ما شرعه الجميل تزود تزود وفإن خير زد التقوى تزود في رمضان هذا هو أكبر حقيقة شعار وأجمل شعار قد يطرح البعض شعار يعني براق لكن مضمونه ليس جيدا لكن في ظني أن المجد حققت هذا المعنى يعني رمضان طريقه وكي إلى الجنة كان شعار في يوم الأيام في هذا ولا زال الله الحمد أيضا المجد تحقق هذا الهدف جميل أبو عبد الرحمن حتى كمان يعني أول طبعا ما كان فيه الاشتغال بالجوالات والتقنية والأمور هذه الشواغ اللي كانت تجي فكان يجد الإنسان يمكن فسح من الوقت وفرصة لكن الحمد لله تجد الآن لما تدخل المساجد تجد الشباب في السن ما بين الخامسة عشر إلى الخمسة والعشرين الحمد لله ما زالت مظاهر الخير موجودة وحب الخير وقبال على المساجد صحيح الخير في الأمة شيخ عبد الله لا زال موجودة الحمد لله في حضر الله عز وجل هذا الدين يعني يقوم بعزي عزيزنا أو بذل ذليل لكن نحن نتكلم عن المظاهر الجميلة التي أنت هشتجت أم منها مثلا أو أقول الشيخ خالد كبار السل أنا قدمت موسمين كان اسمه رمضان والعمر الجميل بث على القناة العلمية فكنت أسأل يعني كبار السن أعمارهم جاوزة الثمانين عاشوا ثمانين يعني تقريبا رمضان أو شيء من هذا فتلمس عندهم نعم الحسرة وين كان أول لم أجد ولا ضيف يقول الحمد لله انتهينا من الزمن الماضي كلهم كان يقول كان زمنا جميلا على بساطته وعلى أكله يعني البعض كان يقول أنا ما كنا نشرب شيء عصير شور وبتوت كنا نجيب الأقط هذا ونحطه في الموايا ونشربه على ماء بارد كنا نجلس باليوم باليومين ما نشرب يعني إلا ماء وتمره فقط ومع ذلك كانت نفوس جميلة أنا أتكلم عن روح رمضان ليس فيما يقدم لا شك الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد خور تاكبر القTER الله ترجمة نهايك حتى عارفين ما فيها فيها دلة زنجبيل مع ليمون خلطة جميلة وشاهي وقهوة مميز تسأل عنها مروان خان مروان خان يعلمك وش اللي ودنا تتحدثنا أبو عبد الرحمن ارتبط في أيام طيلة أيام حياة الواقبة الله يتغمدها بغاية رحمة الله عشت ذكريات جميلة معها الله صلى الله عليه وسلم تغمدها بغاية رحمة الله نسكنا في السيح جنة في أرد وأن يغفر ويرحم لكل من فارقنا في رمضان بالفعل الكل يفتقد سبحانه واضح لما توفيت الوالدة يعني بجهم الآخر يعني قلت في نفسي لن أحزن على أحد بعد والدتي فعلا سبحانه واضح لما توفيت الوالدة رحمة الله عليها في عام 1428 وتأثرت كثيرا حقيقة جدا يعني أثرت فيني حتى الآن سأل الله أن يغفر الله ويرحمه الله أن يغفر لجميع موتها رحمه الله غفر الله أولا ناخد موضوع آخر نتحدث في موضوع ما هي المشكلة الله خير يا شيخ عبد الله يعني إحنا عذرنا أن أثقرنا لكن بالفعل أبو عبد الرحمن وأنا مثلك من يعيش هذه الأيام في أول رمضان نظم الله أجرك في والدك شيخ عبد الله عمي 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 أنه توفي والده قبل أيام دريته والله الآن لكن الحمد لله الله يكتب يعني إحنا كمان ودنا نخرج من هالموقف يعني اللي حصل يعني عرضا أنه مثل على مالة الأفطار نتذكر كل من فقدنا في رمضان صحيح وهذا بالفعل يعني هذا ما يعني يجعل لنا أنه باب البر صدقت الله باب البر مازال مسلوح إن أغلق باب فقد فتحت أبواب للبر بعد وفاتها يا أخي ما أثر فيني مثل أحد المشايخ عندما زارني يقول ميد يا أبو عبد الرحمن طلب وفاة الوالدة أقفل باب من أباب الجنة أثرت فيني هذه الكلمة يعني أنا أقول حقيقة حتى المشاهد الكريم يعني بقاء الوالدين هذه نعمة من الله عز وجل لا تقصر فيها الوالد والوالدة يعني خليك على علاقة قوية بهم البر بهم الوالد قد يعني يزعل وقد يعني يثقل عليك بالطلبات وقد يكونك جفاء من الوالد تجاهك مثلا في أمره معين عوارض الدنيا وغيره وخيره لكن يجب أن تصبر من البر أن تصبر أحد الأشخاص كنت تصبر في موضوع معين قال لا يظهر البر بالوالد إلا في المواقف أما نجلس جلسك كذا على مائدة ونسوله نقول الله بر الوالدين وبر الوالدين كل يصبح يتكلم لكن عندما تكون يأتي موقف معين يثقل يعني يثقل عليك أمرا معين لا بد أن تنفذ الوالدك لا بد هنا يعني يظهر معدن البر صحيح عبد الرحمن نحن في فريق برنامج تزود يعني بالتعاون مع مكتب دعوة الجليات بالروضة بالرياض المكتب عندهم نشاطات يعني جميلة وأفكار بداعية وهذه أحدها يعني مثلا أنت بإمكانك نكتهدي من خلال موقع الهدايا في مكتب الروضة يعني مثلا إذا أحد تزوج أو أحد إذا أنت أحاب أنك تهديه أسهم في وقف النور وإحنا أيضا في فريق برنامج تزود أبو عبد الرحمن يعني تكفل برنامج تزود بإهداء والد أخونا عبد الله حبيب الشيخ محمد ولد سيدي ولد حبيب رحمة الله عليه اللي توفي قبل أيام أنه هذه خمس أسهم تابعة لوقف النور الثاني من فريق برنامج تزود وهذه هي مطبوعة الله أزحكي رحمة الله على الوالد إذ كانوا في الزحجنات وما أجمل يعني الوفاة حقيقة له الوفاة والشيخ أما قال والد الشيخ عبد الله واردنا جميعا ومصابه ومصابنا لكن كان حقيقة رجل علم وكان يعني له أثر في المدينة المنورة وفي يعني بين أهله رحمة الله عليه كنت تحدث مع الشيخ عبد الله قبل قليل يعني حول هذا الأمر فكان في يقول إذا كان وقت الصلاة تذكره شيخ عبد الله لنا القصة الله يقول شيء زيكم الله خير نسأل الله عز وجل دائما كان حريص على إيصال وصيته لأبنائه إذا كان في أيام الأخيرة كان يصوب عليه الذهاب للمسجد في بعض الأحيان كنا نصلي مع جماعة فقبل أن يكبر إذا وقيمت الصلاة يلتفت يقول تراني وصيتي كذا وكذا وكذا وصيتي إذا مدت لا أحد سوي يا عزوي لما الناس هذا الاجتماع الناس تراها بدعة والله لها أصل ويوصي ترى وصية ترى ديني عند فلان وأنا مكتوب عندي موجود في الخزنة معروف إن شاء الله عز وجل أن تخمد بأس رحمته أخواني حقيقة بعد وفاته مكتبة العامرة ما شاء الله تبارك الله مكتبة جدا كبيرة أوقفوها لجامعة إسلامية في النيجر ما شاء الله وبيذي الله تعالى في وسط شوات ستصل بحول الله تعالى إلى النيجر هذه ممكن تكون دعوة أيضا لكل من يريد أيضا مساهمة في وقف النور الثاني هذه بعض من البطاقات بإمكانكم أنتم تنفيذ مثل هذه البطاقات وفاء لكل من تحبون من الأموات والأحياء يعني من خلال مبالغ بسيطة تقدم على موقع كارتس الرودة دوت كوم طيب أبو عبد الرحمن أود أن نستغل الدقاقة الأخيرة معك في ذكراتك نحطين قناة العلمية يعني عمدن وهل قناة لك يعني لكي أسمعها أنا الحمد لله تشرفت يعني أن كنت مديرا لقناة المجد قرابة ثلاث سنوات وكانت القناة الشرعية أريسا تنفيذيا قبل ذلك قديما لكن العلمية كانت بسمى القناة الشرعية اللي هي قناة القرى الكريم وقناة الحديث والقناة العلمية فأكرمني يعني إدارة المجد هذا المشروع المبارك بأن أدرت هذه القنوات قرابة تقريبا ثلاث سنوات يعني شهدت أنا فيها حقيقة بركة في العلم والمال والعمر والله الحمد يا أخوان هذه نصيحة أحيانا نعمل العمل قدلا لا نرى أثره لكن يعني ترى أثره يعني مع ممور الأيام نعم في أبنائك في مالك في صحتك في حياتك أحيانا الإنسان يقول مثلا لا أريد هذا المكان قد يكون هذا المكان مزعج ولكن تأكد أن مثل هذه الأماكن بإذن الله عز وجل فيها خير كثير يعني لنا فلا شك أن المجد العلمية أنا أرى أنها حقيقة هي تاج هذه القنوات ويكفي أن فيها هذه الدروس وهذه الفوائد والبرامج حقيقة التي نفع الله عز وجل بها أيضا كان فيه برنامج لنا برنامج قضايا معاصرة كان يبث مباشر على قناة المجد كل أربعاء إلى قبيل رمضان إلى قبيل رمضان العمر الجميل كان يبث أيضا في المجد العلمية الأكاديميات التي كانت تبث على الهوى مباشرة حقيقة شهدت برامج جدا رائعة والله جهد حقيقة يعني يذكر فيفخر به الإنسان ويرجو من الله أن يقبل له عنده هذا المشروع شيخ عبد الله يعني المشروع هذه الشبكة المباركة في ظني أن من جلس على هذه الطاولة تحدث عن هذا الأمر هذا المشروع مشروع خير حقيقة للأمة يعني نقل هذه الأمة فيها الآن جيل قبل المجد وبعد المجد صحيح يعني جيل حقيقة تغير سواء على المستوى على قنوات الأطفال سواء حتى على نوعية الترفيه أنا أذكر كان فيه كان فيه طيب كان فيه اللقاء مع عبد الرحمن جريسي رجل الأعمال معروف قال أنا ما كنت أتخيل أن يكون هناك إعلام بمسلم المحافظة لا يوجد فيه لا موسيقى ولا مرأة المجد حققت هذه المعادلة الصعبة التي ذكرتها في يعني البداية كتب الله أجره بثقة تامي يا أخواني الحمد لله هالأمة كلها تلهج بالدعاء بأن يثبت الله عز وجل القائمين وهذه القناة على هذا النهج المبارك اللهم آمين إذن كلمات يعني اختتمت عن قنوات المجد وهي الشركة المباركة صلى الله عليه أن يتقبل ممن يعملون بها خير الجزاء شكرا لك سيدا عبد الله البارز الله حيّك الله حيّك شكرا لك عبد الله شكرا يا خالد شكرا لمشاهدين الكرام صياما مقبولا أفطارا شهيا وأيضا صلاة مقبولة بإذن الله تعالى شكرا لكم على مائدة الإفطار يجمعنا الخير بأخيار نور يتجلى وحياة تسمع في فلك الأنوار نتجاذب وطرافا ذكرا ونحلق مثل الأطيار ما أجمل أن نشرق عاملا ويطيب حديث الأسمار نتجاذب وطرافا ذكرا ونحلق مثل الأطيار ما أجمل أن نشرق عاملا ويطيب حديث الأسمار إن كانت تجمعنا الذكرى